اشتركوا في القناة في كل مستشفيات علاج فيروس كورونا وكل الأطقم الطبية اللي سايبة أولادها وسايبة أهلها وبتعمل بحب من أجل أن نتخلص من هذا الوباء كمان بنتازع زي الفرصة وبهني الجيش الأخضر اللي بيشتغل في الأرض وبيطلع لنا كل ما نحتاج من سلع ومواد غزائية كمان بهني أصحاب اليقاط الزرقاء اللي بيشتغلوا وراء الآلات والمكان في المصانع وكل صنع وكل حضراتكم طيبين النهاردة هنتكلم في موضوع مهم في برنامج صالون الصح والجمال وهو موضوع الطب التكاملي في علاج الأمراض المجمنة الحقيقة يعني في هذا الموضوع أنا أشوف أننا نستضيف أحد الرواد في مجال العلاج التكاملي هو يعني له كثير من الدراسات والبحوث واللي منصورة في مجلات موثقة ومعترف بها والحقيقة اللي بتعتبر مرجعية الكثير من اللي بيعملوا في مجال الطب وخاصة الطب التكاملي وهو الدكتور أمجد هزاع أهلا وسهلا بحقك الدكتور أهلا بحقك الدكتور رحية يا دكتور يعني ما شاء الله وأنا بدور كده على السيرة الزاتية بتحرك لقيت كثير من الخبرات سواء المحلية وسواء الدولية يعني كمان بتعمل في مجال التدريب في هذا المكان على مستوى الشرق الأوسط ويعني فيه كثير من الرواد اللي بتدربوا على إيديك في مجالات مختلفة زي العلاج الطبيعي والحجامة والعلاج بسم النحل يعني تخصصات كتيرة يعني حتى يعني مش عارف يعني في الوقت الصغير ده عملت كل هذه الإنجازات ازاي فطبعا بدعو لحضرك بكل التوفيق النهاردة مع بعضها يعني شرفنا النحاك تصحبنا ونصحب بعض في رحلة مع المشاهدين حول بعض الأمراض المناعية وخاصة الأمراض المزمنة وازاي من خلال الطب التكاملي نقدر اننا يعني نخفف من هذه الألام وفي نفس الوقت نتغلب عليها فمرة تانية برحب بحضرتكم يا ألف ألف مليون مرحبا يا دكتور عماد وكل سنة وحضرتكم بصحة وعافية وسلامة وسعادة ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى كل الأمة العربية والإسلامية اللهم أمن بدايةنا يا معادة دكتور عماد احنا صغيرين قوي قدام التقديم الكبير لا يعني الحقيقة ما شاء الله يعني حركة عندك كثير من الخبرات احنا أقل من ذلك بكثير وربنا يعلمنا يا رب الله ربنا ينفع بعلمك ده بإذن الله الله يدك الصحة والعافية يا دكتور لو تسمح لي بقى في بداية الحقيقة احنا عايزين نعمل صحيح رحلة في مجال الطب التكاملي وعلاقته ببعض الأمراض المزمنة ولكن بمناسبة أننا يعني في حلول شهر رمضان وبدأت يعني وتبدأ ان شاء الله شعائر هذا الشهر الكريم الفضيل من اليوم كتير من الناس وخاصة في ظل الوباء والجائحة اللي احنا بمر بيها كورونا وده سؤال والطرح حتى على مشيخة الأظهر وكثير من المسؤولين الدينيين الخاصة بالصيام في ظل هذا الوباء ولكن احنا يعني بنترك كل شيء للمختص احنا عايزين نتناول من الجانب الطبي علاقة الصيام بالمناعة هل الصيام تأثير على مناعة الإنسان؟ جميل سؤال جميل من الدكتور عماد والسؤال ده يعني سؤال إجابته الطبية واضحة جدا جدا أول شيء دكتور عماد بالنسبة ما تسألني عن الصيام ومناعة جسم الإنسان هقولك الصيام يبقى شهر رمضان ده أنا مش بسميه شهر رمضان أنا سميه العياذة الرمضاني ليه بقى؟ احنا عندنا أهم أعضاء جسم الإنسان التي يؤثر فيها الصيام وهو الكبد إيه الموضوع؟ الموضوع إن أنا عندي اتنين هرمون للتغذية مخصصين للتغذية أساسيين قوي بالذات في الطاقة اللي هي التغذية النشوية بالذات عندي هرمون الإنسولين وهرمون جلوكاجون جميل؟ هرمون الإنسولين بيخرج من البنكرياس من خلايا بيتا جميل؟ خلايا بيتا في جزر الانجرهنز نفس الوضع بيخرج هرمون جلوكاجون من خلايا ألفا في جزر الانجرهنز هرمون الإنسولين بيطلع أول ما يخرج بيبدأ ياخد الفائد من التغذية جميل يا دكتور الفائد من التغذية ويبدأ يغزنه فين؟ بيغزنه في العضلات اكتفت يكمل في الكبد يبقى في العضلات والكبد ده بعد إيه؟ ده بعد ما حضرتك هو يحرق الكمية اللي هيحرقها مثلا في النشاط بتاعه على مدار اليوم يغزن الباقي فين؟ يغزنه في العضلات والكبد نجي هنا بقى لما يغزن فيه الكبد بيبدأ الكبد خزن الانسولين خزن الجلوكوز في سورة جيلايكوجين في الكبد هنا بقى الاختزانات دي لما يبقى اختزانات وراء اختزانات وراء اختزانات تؤدي في النهاية لإيه؟ تؤدي إلى حالة كبد دهني من الدرجة الأولى طيب يجي بقى في الوقت ده نلاقي هرمون تاني مع الصيام لو انا فضلت على طول ان انا اكل اكل باستمرار اكل باستمرار طبيعا ان انا عمال اغزن باستمرار اغزن باستمرار ما بفكش من خلايا الكبد الجلوكوزين اطلق في الحالة دي الجسم بيبقى معرض لحالة كبد دهني من الدرجة الأول يجي بقى العيادة الرمضانية او شهر رمضان الكريم يخسل الكبد يخسل الكبد الزي دكتور عماد يبدأ يفرز يفرز البنكرياس هرمون لما يبدأ الانسان يدخل في الصيام في الصيام يبدأ العكس بقى يطلع هرمون تاني الجلوكاجون بقى يبدأ يحرر من الكبد الجلايكوجين المختزن فيه ويطلع في صورة ايه؟ يطلع في صورة جلوكوز مرة تانية وبالتالي يبقى انا بتخلص من المحتوى الاختزاني وخصوصا ان الكبد ده حضرات الكبد ده اهم عضو في جسم الانسان طرف يا معرض الدكتور ان الكبد بيعمل حوالي 500 وظيفة منفصلة الناس بتنظروا للكبد على انه فقط خاص بالهضم الكبد يا حضرات مناعة من الدرجة الاولى اهم حق الكبد هو المسؤول عن الليمفوسايتس المونوسايتس العناصر المناعية مرتبط بجهاز المناعة من الدرجة الاولى فالكبد لازم ان انا اعمله عملية تنظيف وصيانة وقاية ايه اللي هينضف لي الكبد من الاختزانات العالية للجلوكوجين اللي فيه؟ لازم الانسان يدخل في فاستنج لازم اصوم عشان ابدأ ان انا احرر الجلوكوجون يعني عدم سماحك لجسمك بانه يجوع ده يؤدي بك الى كبد دهني والعيادة الرمضانية او شهر رمضان الكريم يجي يخسل الكبد عندك ويبدأ يكون لك العضو المناعي الاساسي العضو الهم جدا في عملات التخزية الهم جدا الكبد يا حضرات هو المسؤول حتى عن اختزان فيتامين دي اللي له ادوار كبيرة جدا وبنتكلم عنه كلنا الكبد هو اللي بيخزن الفيتامين دا سواء من شهر الى اربعة اشهر الكبد هو اللي بيخزن فيتامين ايه من سنة من سنة لحوالي سنتين الكبد ده عضو له كما قلت لحضرتك حوالي حوالي خمسمائة وظيفة منفصلة فايه الصيانة بتاعته الصيانة ان انا اعمل عملية تجويع خفيفة للجسم فبيأتي شهر رمضان اللي فيه متوسط الصيام ما بين 8 ل 16 ساعة على اختلاف البلدان ليكون بعملية غسيل الكبد جميل فبالتالي المناعة بتاعتي بتبقى جاهزة في شهر رمضان بيبقى انا مضض للسيتوكينات الضرة في الجسم بسرعة عما شهر رمضان ده عيادة جسمانية مش مجرب شهر عام ما شهر الله اسمح له كتور اتفضل يعني اسأل حقيق سؤال اتفضل نيابة عن مثلا احد المشاهدين اتفضل صحيح كلام حقيق مظبوط ان الصيام بيدي فرصة للكبد انه يستعيد طقته جميل وانه يتخلص من الدهون الزائدة اللي يعني لها الاثار كثير من الاثار الجانبين ولكن بنيجي بعد الفطار اللي صناف النهار بنعوضه من خلال الكمية الدهون والاكل اللي بناكلهم في الفترة ما بين الافطار حتى الصحور جميل فده هيعيد الحمل والعبء مرة اخرى على الكبد جميل فهتفسر لنا او بابلنا على هذا التساوي يعني احنا ما نختلفش يا دكتور عماد في نقطة ان الاكل الكثير خطأ ولذلك دايما نقول للناس يا حضرات احنا عندنا الطعام الطعام وانا مش عايزة اقول حديث شريف عشان انا عارف الناس هتقول لي ضعيف الحديث ده بالذات يعني لاني ذكرته كتير ولكن انا هقول انها مقولة مقولة حقيقية مقولة حقيقية يعني لو هنسميها طب عربي اصيل فهي اصيل الصيام ثلاث اجزاء سلس للنفس وسلس للطعام وسلس للشراب ايه السلس اللي مطلوب والكلام ده مزبط علميا يا حضرات عارف يا دكتور عماد ان كمية الهواء اللي الانسان بيستنشقها بتبقى كم بتعمل ضغط على المعدة كم بتعمل حوالي 500 مليلتر اللي هي تلت حجم المعدة تلت حجم المعدة 500 مليلتر ده كمية الرئتين الضغط على المعدة من الرئتين طب المعدة حجمها كم يا حضرات حوالي في الشخص البالغ 1500 مليلتر طب انت تاكل قدين تاكل 500 مليلتر هو ده المسموح لك هو ده المسموح لك جسمانيا غير كده ازيب ال500 مليلتر دلو يا دكتور عماد تقريبا يساوي اتنين كوب طعمة طحون او قبضتين طعمة طحون دايما نقولها كده فاحنا يعني دكتور عماد سألني السؤال اللي هو يعني يعني انا مسؤول عن انا بكلم الناس اللي هي العقلاء مش الناس بقى اللي هتاكل وخلاص يعني نعوض اليوم نعوضه بيومين او ثلاثة يعني حضرتك بنقول احنا يعني الحقيقة او المسلمة بتقول ان الصيام هو فيه صحة للانسان وده بيعمل صيانة لكافة اجهزة الجسم ومنها الكبد ولكن حتى الهجهزة دي تقوم بدورها الأمثل لازم كمان نتبع مجموعة من الإجراءات اللي تخلي هذه الأجهزة تستمر في أداءها لعملها وتخلي النظام اللي هو الصيام يكون يعني صحي بالنسبة لجسم الإنسان إنما لو عكستنا الكتور طبيعي جدا أنه يبقى الديرة بالعكس يعني يبقى رمضان أنت كده ما استفدتش على المستوى الصحي وعشان كده الكتور يعني الدولة مشكورة قامت بأكتر من حملة منها حملة 800 مليون صحة اللي بتناشد وبتنادي المواطنين بأنهم ينظموا يعني الحياة وأسلوب الحياة بالنسبة لهم عشان ينعموا بصحة يعني كويسة من خلال الاهتمام بالغذاء الصحي السليم ومن خلال كمان الاهتمام بالوزن ويعني في هذا الإطار يعني أنا بنتهز هذه الفرصة وبوجه الشكر طبعا لكالفخامة الرئيس عبدالفتاح السليسي على تبني الصحة وخاصة في هذه الأونة اللي بنشد لأول مرة برنامج إدارة الأزمات على مستوى الدولة واللي بتهتم فيه الدولة في المقام الأول بصحة المواطن وأعتقد يعني لو حاك تقدر تفيدنا بأدوار الدولة في هذا المجال والله الدولة قدمت أدوار عظيمة جدا جدا فيه اللي مش فقط في حملة مليون صحة مئة مليون صحة وإنما فيه الإجراءات الحالية مع فيروس كورونا يعني سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نقدر نقول يعني ضرب ضرب أو مثال أو نقدر نقول أنه هو أرسل رسالة عظيمة جدا لكل المتربصين والذين كانوا يراهنون على سقوط الدولة المصرية ويعني ضرب رسالة عظيمة جدا في اللي نحن بنشوف قدامنا الدنيا في تقدم مصر في تقدم وازدهار وفخر لكل مصري اللي بنشوفه دلوقتي نظام فريد في تقدم اللي بنشوفه آه طبعا اللي بنشوف دلوقتي على مستوى العالم يعني فخر لكل مصر الرسالة راحة التبرعات المصرية إحنا بقينا ليد العليا الرسالة راحة باللغة العربية الفصحة من الشعب المصري إلى الشعب الأمريكي وطبعا على مستوى البلد لا يعني الرئيس بيزبط كل يوم أنه خريص على مصر المصريين يعني أمس كان الرئيس بيفتتح مجموعة من المسروعات القومية في ظل الأزمة اللي احنا موجودين فيها والعالم كله مجغول بالأزمات وبيعاني من تظهر الوضع الاقتصادي بنلاقي الرئيس بيفتتح مجموعة من المسروعات القومية اللي في سيناء واللي على مستوى الجمهورية واللي كمان بتعالج مشكلات من الجزور زي مشكلات الرأي ومشكلات الزراعة ومشكلات الصحة بالإضافة طبعا للتوازن أو نقطة التوازن ما بين الاقتصاد ومكافحة كورونا فحركة دينا تفصيل أكتر كده عن دور الدولة في مكافحة كورونا الدولة بسرعة عامة في تجهيزها للمستشفيات احنا عندنا دلوقتي كمية كبيرة جدا أنا مش مسؤول طبعا لأدي إحصاءات ولكن اللي شايفينه على مستوى الطب اللوقائي دور عالي جدا جدا على مستشفيات العزل دور عالي جدا جدا الكادر الطبي كل دلوقتي يعني مجند لخدمة الأبناء الشعب حضرتك يكفي أنك أنت تتصل أي حد مصاب بأي مشكلة حتى لو بيعتص أي دور برد عنده رقم في انتظاره 105 دايما أي حد بيجاوبوه ببساطة وبيسمعوله استفسارات كبيرة جدا فعلى المستوى الوقائي وعلى المستوى العملي وعلى مستوى كافة الإجراءات من علاج من وقاية إلى علاج منش منت بسرعة عامة كله تمام تمام يعني أنت عندك ما تقلش عن الدول المتقدمة في شيء بل يعني قد تزيد بنوجه كل الشكر طبعا لدولة رئيس الوزراء ومعالي الوزيرة الصحة على دورهم في متابعة هذا الحدث كادر المهنة الطبية وعمال المستشفيات أطكم الطبية والعمال حتى عمال النظافة داخل المستشفيات طبعا طبعا دكتور عنات حيب يقوموا بمجهود يعني مقدر ومثمن من كافة جمع الشعب المصري تعال بقى دكتور نروح لرحلة في مجال الأمراض المزمنة ونبدأ بالالتحام الفقاري جميل إيه حقاكم صف لنا يعني إيه التحام فقاري وأعراضه وتدينا بقى رشدة للعلاج من منظور الطب التكامل والله الالتحام الفقاري حالة أحد اضطرابات المناع الزتي أحد اضطرابات المناع الزتي هنا بنلاقي أن الخلل المناعي في جسم الإنسان بيؤدي بعض الأجسام المناعية أو الأجسام المضادة في جسم الإنسان تبدأ تعمل لي عملية إصابة لحاجة اسمها الجميل والكارتلج أو نقدر نقول بسرعة عامة الدسك فبتبدأ تعمل عملية التحامات ما بين الفقارات أكثر الفقارات المصابة دايما بنلاقيها اللامبر والسيرفايكل أو الفقارات العنقية والفقارات القطنية ليه بقى؟ لأن هي دي الأكثر الفقارات حركة فقارات بتسمح بمدى أكبر من الحركة وبعليها تحميل وعبق زائد عبق زائد من جهاز المناعة يؤدي إلى التحام هذه الفقارات بتبدأ المفاصل دي تاخد نوع من التيبس والالتحام بينها وبين بعضها فده بيؤدي إلى كلة الحركة كلة المرونة والليونة عند المريض ده الأعراضي آه ده طبعا التفسير مبسط جدا جدا للحالة وطبعا احنا عندنا علاجات متعددة فيه مانجمينت ميديكال تريتمنت اللي فيه بنتدأ يستخدم بعض المصبطات لجهاز المناعة مع بعض الأدوية اللي بتساعد لكن أنا هنا عشان أتكلم عن دور الطب التكميلي بالسرعة عامة أو الطب التكاملي ابتداء من العلاج الطبيعي وصولا لأي الوسائل البسيطة المنزلية اللي ممكن الناس تستخدم الالتحام الفكاري من الحالات اللي هي أنا بداية كطب تكاملي أنا دايما أقول للمريض حافظ على نفسك أول شيء أول شيء ما تسمحش النفسك بمجرد ما تعرف أن أنت حالتك تم تشخيصها كحالة التحام فكاري أول شيء تبدأ به المحافظة على التمارين الرياضي دايما تروح لي طبيب مختص دكتور عليك طبيعي يبدأ يعلمك كل التمارين طبقا للإصابة بتاعتك سواء الأكثر على مستوى العنق أو على مستوى أسفل الظهر نبدأ أن احنا نعمل عملية ليونة ومرونة في هذه المفاصل وما نسمحش يا دكتور عماد لأن يحدث نوع من التيبس أزيد من الإيه أزيد مما هو واقع يعني إحنا عارفنا الحالة فنبدأ على طول بالليونة والمرونة اللازمة طيب هنا لك بعض التغذية العلاجية التغذية العلاجية دايما نقول من أهم الأشياء للأمراض المناعية دكتور عماد وإحنا أكلمنا الموضوع ده في كافة الأمراض المناعية دايما نقول التغذية جماعة من المسؤول عن تقديم رشدة التغذية العلاجية دكتور وإيه مواصفات الطبيب اللي يقدر المريض من خلاله يختاره على أساس أنه يعني ما يروحش المكان الغلط تعرف يا دكتور عماد أن دي سؤال جميل جدا ومشكلة عندنا على فكرة على مستوى العالم على مستوى العالم إلا الدول قليلة جدا تلاقي أن برانش التغذية العلاجية بره كليات الطبي يعني الطبيب أنت عمرك ما روحت الواحد وقال لك اللي نادر اللي هي ثقافته الخاصة يقول لك مثلا ما تشربش كذا أو ما تكلش كذا أو كل ده بالوضع كذا ده اللي يقول لك الكلام ده فهو طبيب يكتهد لمعرفة التغذية ومؤمن بأن غذائك هو دوائك لكن المشكلة أن عندنا أن البرانش ده بره يعني إحنا حتى عندنا المعهد الكومي للتغذية بره لوحده جميل فما عندناش اللي هو الانسجام أو الكوبراشن الموجود أو الطبيب اللي يقدر يلمليه هو الحقيقة نعايزة دفع عن الطبيب يا بكتوري شمحلي بدورة خاصة يدعم بها نفسه وذاته دفع عن الطبيب في الحتة دي كمان لأن كثير من الأطباء ممكن يكونوا مقتنعين بهذه وجهة النظر وعارفين قيمتها كويس جدا ولكن أما بيقاب المريض ويقول له أنت بس محتاج أن أنت تستريح وتشرب كذا 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 وحالات من الطبيعة اللي هي مش هتكلفه المريض بيرفض وما بيقتنعش بهذا الطبيب فلازم الرشدة تبقى مكتوبة ومليادة عشان نتكلم عن المشهد اللي في الفيلم إياه يا دكتور عماد لا لا إحنا بنقصد إحنا مش في مشهد الشلولة لا إحنا بنقول على حاجة تانية بنقول أن التغذية العلاجية بسرعة عامة هو ممكن يعني ينظم للمريض غذائه مع دواء يعني أنا هديله دواء معين ولكن أنظم له الغذاء ما بين العلاج التقليدي الطب التقليدي والطب التكامل مش هسيب الطب التقليدي مش هسيب مريض متألم تماما وقل له اسبر على الألم ده لحد ما إحنا تتعالج إنما لا طبيعي جدا لازم الطبيب يدي لمريضه مسكن يوم 2-13 لحد ما هو يبدأ يتعالج بصورة تدريجية ده حاجة طبيعية جدا ولازم منه إنما إحنا بنتكلم عن التغذية وحضرتك بيأكل في بيته أرز هل الأرز اللي بيأكله صح لحالة زي لتحامل فكري تعرف يا دكتور إن الأرز الأبيض بتاعنا ده ضر في الحالة دي المفترض أن أنا أأكل الأرز البسمتي ده أخفي كتير جدا جدا وأسهل على جهاز المناعة من الرز الأبيض في الحالة دي وأجمل وأجمل لو إحنا أضفناه أضفناه الكركم 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 بيحتوى على الكركمين مهم جدا جدا في الحالة دي مثلا يا دكتور لو إحنا تكلمنا فيه الماء اللي بيشربه المريض المريض بيشرب ماء مثلك تعرف من ده من أكتر الأشياء اللي تخض جهاز المناعة تؤذي جهاز المناعة هو أتلو المشكلة ده أتت ليه يعني في النقطة دي بالذات أحب أذكر حضراتك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنا مش فاكره ولكن رواية فيما أفتكر فيما معناه إن لا ينام أحدكم جزء منه في الظل وآخر في الشمس ليه بقى؟ ده استكتاب مناعي حضراتك استكتاب مناعي اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن دور الماء البارد دور الماء البارد أنا ليه ليه مؤمن بالماء البارد حتى في مجابة كورونا لأننا مش عايز أعمل استكتاب مناعي من يغسل بماء سخنة يطلع برا الهواء بتاع الغرفة يبقى بارد عليه فكذلك الوضع هو بيشرب جسمه من جوا دافي ساخن درجة الحرارة عالية وفجأة لقيم نزل ماء مثلج ماء مثلج ده بيعمل نوع من الاستكتاب المناعي ويؤذي المريض لازم الطبيب يبقى ملم بهذه الأمور جميعا يعني أنا أنا من وجهة نظري بقول بوجه رسالة من مكاني للسادة الأطباء طبيب بدون تغذية علاجية أنا مش معترف به طبعا أنا معترف بك يا طبيب ولكن مش معترف بكمالك أو التكامل للعلاج اللي عنه استحالة استحالة يا حضرات تغذية علاجية يعني علاج للمريض لا يمكن يكون طبيب بدون تغذية يجب أن يتضمن بروتوكول العلاجية للتقليد اللي نيكي بالإضافة إلى التغذية العلاجية بالضبط يا دكتور طيب أحرك برضو ما جاوبتينش على كيفية اختيار أو معايير الطبيب المناسب اللي الناس تسك فيه وتروح له يعني عشان الحالة بتاعته يعني من منظور العلاج التكامل والله هو أنا يهمني في الطبيب أهم نقطة يا دكتور أن يبقى طبيب نظام رقم واحد فاهم أو مختص في علاج الحالة يعني مختص في علاج يعني يبقى شغلانته ده رقم واحد يعني هيروح دايما المريض يختار الأخصاء ده أفضل شيء جميل رقم اثنين رقم اثنين الطبيب ده يكون ملم بجميع الوسائل التكاملية يعني بسرعة عامة ياخد بالهم الهيسترو بتاع المريض وياخد بالهم من الترباط النفسية الخاصة بالمريض يعالج المريض نفسيا على فكرة أنا عايز أقول لحضرتك والله العظيم على مدار يعني مسرتي العلاجية أو الإكلينيكية يعني أنا بلاقي إن تمانين في المئة من علاج المريض نفسي تمانين في المئة لو عنده مشكلة خطيرة لازم أهونها عليه لازم أهونها جميل بعد كده بقى أنا اكتهد أنا اكتهد في إن أنا أحتوي المشكلة المرضية وأنا اللقض عليها الطبيب ده بقى الطبيب ده لازم يكون ملم بتغذية المريض لازم يكون ملم بنفسية المريض أه لازم يكون ملم بعادات المريض خدت بالحضرك يعني في سؤال مهم جدا أنا سمعته من أحد الأطباء في يوم من البيان سمعتني يا أكتور نقول السؤال بعد المداخلة من خميس ناخد اتصال أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام وبركاته السلام عليكم تفضل معي الدكتور أمجد هزع الله يكلمك دلوقتي يعني مريض مريض سكر فعايز يعني الحاجات المطلوبة مني في شهر رمضان أني ما يجيش مثل هبوط شغل هبوط سكر واني فيش شغل مثل عشان الشغل بتاعي فيما يجيش كتير يعني طيب قول لي حضرتك قول لي حضرتك بتاخد ايه؟ ايه الأدوية اللي بتاخدها؟ باخد كليفاج طيب تمام تمام ألف سلام عليكم ألف سلام عليكم ايه سؤال تاني يا بك لا بسيط هو ده النوع التاني من السكر طب تابع معنا من خلال الشاشة الرسلس خميس اه ده النوع التاني من السكر حضرتك يعني بنسميه سكر السمنة أو الإنسولين ريزيستنس يعني مقاومة مقاومة يا دكتور للايه؟ للإنسولين نفسه فالحالات هذا النوع من الحالات بيبقى قد تسببت فيه التغذية هو عارف نفسه كويس أو كمية النشويات اللي كان بيكلها زمان جميل هي اللي قدت بيه إلى سمنة البطن هي اللي قدت إلى هذه الحالة بسرعة عامة أي نعم فيك سرعة العوامل الأخرى بتحكم الموضوع ده وفي بعض العوامل الجينيتك ولكن عايزين نقول له طالما بتاخد دلوقتي أكراز بسرعة عامة أو هذه الأشياء بسهولة جدا جدا تقدر تتحكم في حالتك ده أنا مش عايز أقول لحضرتك أنك ممكن تدرجيا بمساعدة الطبيب اللي معاك تتخلص من هذه الأكراز وتبقى إنسان عادي جدا جدا ومش بقول لك حاجة واهمة والله العظيم حدثت كتير جدا جدا وبسطة جدا جدا بتعاون مع الطبيب اللي حضرتك متابع معاه ويعمل لك تغذية علاجية مضادة لارتفاع السكر قلت ألف مرة يا دكتور عماد النقطة دي الكمترة بتنزل السكر الكمترة بتنزل السكر الجوافة بتنزل السكر الحرانكش موجود كتير جدا جدا في مصر بينزل السكر الأناناس بيساعد على إنزال السكر الليمون بيساعد على إنزال السكر حاجات كتير يا دكتور عماد حاجات كتير جدا موجودة بتساعدنا على إنزال التفاحة في أحسن من التفاحة أكتر فاكهة متوفرة طول السنة التفاح بينزل السكر والله العظيم التفاح بينزل السكر وخصوصا التفاح الأخضر فحضرتك لما تاخد ديك فواكه جميل مش لازم أن احنا ناخد في شهر رمضان فواكه اللي تجيب السكر بقى اللي تزود السكر زي اليوسيفي والبرتقال وهذه الأشياء لا دي ترفع السكر وتزود الوطر تنشن وتزود الريزيستنس وتبهدلك أكتر مهم جدا جدا هتقول للطمر مهاش يا سيد افطر على طمراي خلاص مش أكتر من كده إنما بقى ما أعودش إن أنا يعني أكل طمر طول الليل واستبارك بالطمر وأنا عارف إنه هو بيرفع السكر جميل شكرا أستاذ خميس لا نسا ندره التغذية ندره التغذية عشان نعمل نجاوب واحد بكامل أحسن من طيب عشان معنا الناس على لحظة واحدة نخلص الرجل التغذية أستاذنا مهم جدا إن حضرتك حاول إنك أنت تاخد العيش السن العيش السن ده مهم جدا جدا وفيه عيش دلوقتي المخافز تتفنن في زي الفينه السن ممكن ناخد ريف واحد ما نكترش فيه أو ناخد قطعة بسيطة من الخبز البروتين بسرعة ما والسلطات والخضروات دي مش هتأذيك كمل عليه إيه اللي هأذيك؟ النشويات أقول مرة تانية النشويات النشويات والسكريات ابعد تماما عن هذه الأشياء قدر المستطع بس كده دكتور شكرا يا أستاذ خميس ناخد محمد معانا محمد اتصال تفضل أستاذ محمد تعالي السلام عليكم عليكم السلام وبركات معك دكتور أمجد أزاك دكتور قصاعد حضر كتير ألو مرحبا سؤالك تفضل سؤالك ألو اتفضل سؤالك لدكتور أمجد والله يا فاندب أنا عندي مشكلة يعني هي قديمة شوية بس هي بتتعب نصصية فضل هي مش خاصة بالسكر بس خاصة بالكبد بالقلب الكبد بالكبد هو كان فيه لتهاب كبد وكان عمل صفة بذول فيروسات إذا كان فيروس لي ولا هي ولا بي آه تمام بس هو الحمد لله تعالجنا من الصفة بالسانة دلوقتي بس دايماً بيجي الانتفاخ فباخد كولوفرين دي وزباز مضايزيستن على طول مستمر يجوز إذا أنا أخذ فترة معينة يجوز إيه هو ممكن أمشى على علاج ده سنين مثلاً هو حاجات للهضم والانتفاخ طيب حاضر حاضر فطبعاً لما بصوه مباجفتر مجرد ما باكل حتى لو باكل كمية بسيطة خالف بيحصل مأس وانتفاخ جامد حاضر حاضر فمعليش يا دوك رباني أكرمك يعني أنتفاخ تابع معنا يا سيد محمد شكراً لاتصادك في مصيبة دكتور عماد دايماً الناس بتعملها دايماً الناس تمشي يعني عندها دوة بيعالج مشكلة انتفاخ تلاقيه ما شعلته لحياته ايه الكلام ده مفيش دوة يا حضرات ينفع تيمشي عليه طول حياتك أعراض الجنبية هتجيلك يعني مفيش دوة طول الحياة مفيش ماينفعش إن أنا أفضل ماشي على نفس الدوة ده يا حضرات ده أنت لو بتروح حتى بتخسل سنانك الصيدلي عارف يقولك طب غير المعجون غير المعجون مش كل مرة نفس المعجون مبالك به الدواء اللي انت ماشي عليه طبعاً إن كل أعراض الجنبية هتجيلك ممكن حضرتك بقى للسائل الكريم نقول له في بداية علاجية كثيرة جداً جداً مضادة للانتفاخ في بداية العلاجية كثيرة مش هقولك على الأدوية لأ اسأل طبيبك يجاوبك إذا كنت هتبدل الدواء لكن أنا هقول لحضرتك بعض الحاجات العجبية خد من التركيبة البسطة دي يعني على هديلك أول حاجة عجبة سريعة جداً الكمون يا دكتور الكمون لو خد مشروب بملعقة كمون في مواد مضادة للانتفاخات جميل مهم جداً جداً ممكن ناخد كوباية مشروب كمون بسيط ده يساعدك كتير جداً ده عليك سريع طيب خد التركيبة بقى اللي هي الأمنة القوية السريعة اللي ينفع تستخدمها مدى الحياة هي دي اللي ينفع تستخدمها مدى الحياة جميل لأن الأعشاب المتكاملة يا دكتور عماد كل حتى لو فيه مادة فعالة تضر الجسم فيه ربك سبحانه وتعالى عمل لها مواد سينرجيست تمنع التأثير الضر للمادة الفعالة المواد المساعدة بناء عليه هديلك الوصفة الجميلة اللي هي تغزية تغزية بسطة جداً هناخد ببساطة شديدة جداً هناخد خمسين جرام من الشمر وخمسين جرام أي مكادير أنا يعني عموماً احسب على المعيار دا ممتاز جداً خمسين جرام من الشمر خمسين جرام من الينسون خمسين جرام من الكروية زائد 20 جرام من الزعتر أي نوع 20 جرام من الزعتر ولو الشخص ده لو الشخص ده بيعاني من أي مشاكل معاها على مستوى المعدة أنا فضل ياخد كمان 50 جرام من الخزامة الخزامة التركيبة البسيطة جدا دي مهدئة للكولون ومتوفرة عند العطار متوفرة دكتور في البيوت وفي كل مكان نقدر ناخد منها مشروب قبل الوجبة أو بعد الوجبة هتساعدني جدا جدا مشروب آمن وعشان كده المشروبات الآمنة دي ما تيجي شو وحاك ما ذكرت يا دكتور النعناع أو نعناع الحبق في التخلص من الزعتر والله جميل يا دكتور دكتور أعماد بقى دكتور أعشاب خلال لا يعني معروفة النعناع ونعناع الحبق كمان النعناع ممكن نفط على الوصفة دي يا دكتور 20 جرام 20 جرام آه ممتاز جدا جدا الحاجات البسطة دي يا دكتور لما تيجي تشوف الشركات الأدوية بصورة عامة والأطباء بصورة خاصة دايما للأطفال الأطفال نوصف لهم الحاجات الآمنة الحلوة دي عشان نتعطر الجانبين نفس نعامل الناس كلها معاملة أطفال العودة إلى الطبيعة دكتور آه طبعا العودة إلى الطبيعة نشكر أستاذ محمد من الدهلية وناخد اتصال من أحمد من الفيوم أهلا وسهلا بكم أستاذ أحمد أي السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم كل صحيح عليكم السلام عليكم كم معاك دكتور أمجد هزاع تفضل أهلا وسهلا بكم أعمال عملية ده عامة من الفين وخمسته أمم تفضل وبعدين مش فضح باخد ألجل الألف آآ آآ يعني لفترة أنا اللي قادل فتكف الزمايض اللي هو على الرئيس أمم أسامعك تفضل فتكف الزمايض ده بيعطفش تجيب ده باعطف على الآش باخد الزمايض وأطور وكونكور وإجبريل مية وفي حاجة كده اللي هي بسهلات الاسم تفتعل مكون العصار تمام تمام بس بأعطف جدا لو طلعت برا كده المفارقة في المدرسة اللي عاجت برجع عدشان جدا 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 على الآخر مشاعات عملية شكرا أستاذ أحمد في الصيام تقصد في الصيام ولا في العادي في العادي فطبعا هيأثر عليه في الصيام طيب ناخد اتصال تاني من أستاذ محمود شكرا أستاذ أحمد هنجاوبك إن شاء الله على سؤالك أستاذ محمود اتفضل معي أستاذ محمود عليكم السلام عليكم السلام اتفضل اهلا وسهلا معيك دكتور أمجد هزاع اهلا اقفل التلفزيون يعني اسمعنا من التلفون أستاذ محمود عشان تتركز في السؤال سمعت الوصفة ولا لا طب اسمعني حضرتك عندك امساك أو إسهال أو حاجة ولا لا انا جربتها كذا مرة اهلا يا فندم بس ما اتريحت الزرق انت جربت انت رسا خدتها عشان تجربها خليك معاي اهلا قل لي عندك امساك ولا إسهال لا يا فندم امساك امساك تمام 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 شكرا أستاذ محمود تابع معنا إن شاء الله وصد دكتور أمجد وطبعا أنا عايز أقول له نفس الوصفة نقولها مع بعض تاني يا دكتور عماد وهنضف لها اكتب من دلوقتي لو كنت سمعتها كويس فاضف لها السنة مكي قرون السنة مكي دايما الناس اللي عايزين نقول لهم إن السنة مكي قرون أفضل في حالات الامساك أفضل بكتير جدا ويساعد في العلاج إنما السنة مكي أوراق هو ممتاز جدا ولكن بيبقى بصورة بصورة مؤقتة يعني التاني نقدر نقوله إنه هو المدة بتاعته أو التأثير بتاعته أكثر فعلي فإحنا عايزين نحط حاجة آمنة كده يا دكتور عشان الدنيا تبقى ماشية في الأمان فنقول لهم حطه على التركيبة دي حوالي 15 جرام سنة مكي قرون دي تركيبة إلى حد ما إلى حد ما يعني أنا درستها من الخواص والمواد الفعالة ممتازة جدا استخدمتها رائعة جدا جدا طيب دكتور يعني قبل ما برضو حاجت تستكمل أي تفضل كدير من الناس مش بس طرقة التحضيرها دكتور ده كمان إن المريض يجيب الحاجة الصح ما يجيبش العشبة تكون متزرنخة أو قديمة أو فاسدة أصلا يعني دي مشكلة تانية عارف حضرتك أحيانا نقول وصفات فيها حبة بركة يروح يجيب حبة بركة ماركونة بقالها سنة متزرنخة أصلا فتأذيه يبقى لازم كمان ينقي العشاب الطازة أو العشاب اللي هي المكان مضمون وطريقة تحضيرها يعني تكون مناسبة إحنا عندنا لسه سؤال يعني الأستاذ أحمد من فيوم الخاص بالدعامة ولكن هناخد اتصال من أستاذ محمود تفضل أستاذ محمود معاك دكتور أمجد تفضل سؤالك عليكم السلام عليكم زي حضرتك أدوك يعني وسهلا سهلا وسهلا سهلا معاك دكتور أمجد هزاع أقول لتعطك الوقت الخلطة دي تم تبغلع ولا تتحط كشري والدرواب عجباشي ازاي فيها يعني لو خلطت القلون فضل معاك هو دي طريقة التحضير يا أستاذ محمود ماشي تابع معانا إن شاء الله شكرا يا أستاذ محمود هو برضو نفس السؤال بسرعة عامة احنا عايزين نقول للناس معلومة بقى من دلوقتي يعني نخليها في راسنا كده قانون أو قاعدة قاعدة يا جماعة ما نغليش أي أعشاب ما تتغليش لأن حتى الأعشاب يعني احنا نقول حتى الأعشاب اللي ممكن تاخد نص غلوة هتعملوها بصورة خطأ إن زاد عليها الغليان ممكن يأذيه أغلب الأعشاب العلاجية دكتور عماد تأخذ تأخذ بصورة المنكوع ليه بقى؟ لأن أغلبها بيحتوي على زيوت ومواد فعالة متطيرة يعني لسه ذاكرين من قمة شوية الحبة البركة الأم اللي بتغلي البنتها أو لابنها المريض حبة ببركة عشان تشربوله تداوي في مشكلة معينة ما بتغليها بتحول المواد الفعالة إلى مواد ضرة بالغليان عايزين نقول الناس إن المواد الفعالة دي يا حضرات متطيرة وأغلبها بيتكسر فوق ستين درجة بيتكسر جميل إنزمتها أو موادها الفعالة بصورة عامة بتتكسر فإحنا عايزين والعسل العسل يا جماعة حزاري إن تزيد درجة الماء الساخن عن 50 إلى 60 كسرت لكل الإنزام كسرت كل حاجة جميل فبناء عليه عايزين دايماً الحاجات دي المواد العشبية تتعامل في صورة منكوع تتعامل في صورة منكوع منكوع في ماء بارد ولا ماء فاتر لا منكوع في الماء الدافع يعني إحنا نعمل إحنا هنسخن الماء ونبدأ نضع الماء جميل أنا عايز أقول للناس زي الشيك وشارك أفضل وفضل دكتور عماد لو إحنا عملناه قبل درجة الغليان يعني قبل ما يغلي نطفل الماء طب إحنا غلينا بقى خلاص ماشي يا سيد ابدأ حط بس كده إنه مش أغليه أغليه دايب أنا بدخل جسمي مواد متهلك خلاص ما اتفقدت القيمة الغذائية من فقدها للمادة الفعالة اللي فيها تطايرت الزيوت المتطايرة بعضها بعضها بيتطاير فوق 30 درجة 30 درجة ممكن يتطاير حتى لو غطناها أو أفلنا عليها خلاص تطايرت يا دكتور حتى هي منتهية فبناء عليه بنقول للناس دايما الماء يعني قبل الغليان أو بالكتير الغليان ولكن في صورة منكوعة أو إحنا بنسميه شعب المصري بيسميه كشري كشري كله كشري ولكن أنا بدأنا قلت كلمة كشري ده اسمت في كل الشاي أنا يا جماعة ضد الشاي السود الشاي السود يسوى عندي أمراض ممنوع الشاي الأسود الشاي الأحمر ممنوع تماما نخد اتصال من إبراهيم من الدهائرية أهلا وسلم بيك أستاذ إبراهيم أهلا وسلم عليكم عليكم السلام Girl commence بركاته معك دكتور أمجر أهلا وسلم بيك أستاذ إبراهيم ممكن أن أتواصل معك دكتور أمجر اهلا بسأل معك دكتور امجد اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بشكر جدا دكتور امجد على معلوماته اللي بيفيدنا بيها الله يحفظك شكرا جزيلا وكنت عايز اتفصر عن حاجة بخصوص والدي والدي سنه وحق ولي 69 سنة ايو امتبعك فهو بقاله فترة بيشتكي من ايو معاك او استاذ ابراهيم والرعشة دي بحشت انها بتزيل يعني وعصب زيادة عن النجوم كذا يعني رعشة دي رعشة في ايه خلاص يبحان معروف تمام تمام ماشا يا سيد ابراهيم في سؤال لحضرتك دكتور امجد لا لا خلاص يا سيد ابراهيم تماما هيجاوب حضرتك حال ماشا تابعنا من خلال الشاشة يا سيد ابراهيم شكرا على اتصالك طبعا لو نفتكر السؤال الاخير سريعا كده ونجاوب عليه يعني احنا عايزين نقول للناس ان مع العمر يا حضرات بيبدأ يكل افراز المواصلات الكيميائية المخية زي الدوبامي يعني هو بيكل نسبيا فبيبدأ عملية طبعا ولو نقص الافراز بصورة كبيرة بيبدأ يدخل في شل الرعاش ده مشكلة تانية خالص ولكن بيبدأ يكل المواصلات الكيميائية بسرعة عامة في المخ وخصوصا في حالات دمر المخ لان يعني في حالات بتبقى تتأثر مع دمر المخ بتتأثر نسبيا تلك المواصلات والاداء العصب بيقل فاحنا على المستوى هو الحالة دي طبعا انا بنصحه ان هو يزور طبيب مخ وعصاب قبل كل شيء يبدأ يديله بعض الادوية اللي هي المنشطة للدورة الدموية المخية ويمكن هو خدها ويمكن زر اعتقد ان هو زر وخد الجينكوبلوبا وبعض المواد المنشطة للدورة الدموية لكن نقول له بقى عن حاجات تانية تساعده اكتر واكتر في الحالة دي نقول له الرشدة بعد اتصال من امم محمد عشان معنا على التلفون بفترة انا نفتكر بايا دكتور انا نستلت تلك السلامة لا انا اذكر حضركم معنا امم محمد على التلفون اهلا وسلم بيك عليكم السلامة رحمة الله وبركاته كل صحة حظكم طيبين صحة السلامة عبداليك مفتلم الدكتور لا تفضلي سلامة دكتور امجر لصنحت انا ام الكفلين عندي 32 سنة بعاني من اتهاب مزمي في المعدة درية 18 سنة ألف سلامة كسنا متعيش جرات كل انواع عن المعدة يعني جميع انواع البورشان بتاع المعدة بعد كده اكتشفت انها عندي حصوة في المرارة طيب التغذية حبرتك بتاخذي بشيء من التغذية او خبرتك بتقول ايه مع التغذية نعم عملت ايه بقى التغذية يعني هل بتأكلي كل شيء ولا بتمتنعي عن بعض الاشياء في التغذية ده بمتنع طبعا عن ايه النشويات الدهون الحاجات الحغاجة المخللات يعني بتمتنع عن نشويات عايزة تقوليلي ان وزنك دلوقتي بقى 50 كيلو مثلا لا وزن حاليا 65 كيلو طيب ازاي بتمتنع عن نشويات يعني الماكارونا باكلش ماكارونا باكلش رز تقصد ما بتاكلش ماكارونا ورز وبسرعة اما الحلوات بتاكل لا باكل حلويات شطرة ماشاء الله عليك يعني انت انتنع عن الحاجة اللي هي اللي هي خطرها بسيط وتاخد الحاجة اللي خطرها قوي يا أستاذتنا ركزة معايا حاضر هجاوبك شكرا أمو محمد تابع معنا ناخد ما هو لازم تجرجر المريض كده في الكلام عشان تاخد ايه عشان يشوف السبب الرئيس رؤية نافح كده هتكلم عليزا عندنا تلات رشدات رشدتة لطبعا الأستاذ إبراهيم اللي كان بيكلمنا على الرعشة اللي هو حلقة تهتقود الرشدتة وأمو محمد حصوة المرارة وعندنا كمان الدعامة والعطش طب حدنا واحدة 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 نبدأ بمين نبدأ بالأخت العزيزة الأخيرة نبدأ بالأخت العزيزة الأخيرة عشان نيبت دلوقتي تكسم معايا أكتر شوف يا أستاذتنا حضرتك التغذية لازم تروحي لحد مختص جميل لازم تروحي لحد مختص أو الطبيب بتاعك اللي بتتابع معاه قولي له قديني تغذية خاصة بي المشكلة بتاعتي بالسرعة عامة للتهابات المعدة يا دكتور عماد دايما نقول دايما نقول أول شيء الامتناء عن أنا هتديلك بقى شوية حاجات كده تمتنى عنهم بتاتا بتاتا أول شيء الحلويات أكتر شيء يسبب مشاكل وارتفاع قوي جدا اللي حمضت المعدة وخصوصا تدخلها بقى على شهر رمضان يعني كنافة وقطايف والدنيا هنا فإحنا عايزين نقول امتنع تماما عن كل الحلويات مسبك أي خضار بتضبخي دا بيزود لا خلي خضراتك نيف ناي الدنيا كده في الأمان أما لو كان مسبك فهو ضر الطماطم مفيدة جدا جدا ولكن لو انتبخت فهي ضر جدا جدا العكس مهم جدا نمتنع عن الحاجات بقى اللي هي الرين مش أقول لا لا الحاجات الفسيخ والرين جديدة محرمات عليك يعني دا حاجات مصيبة مع التهاب المعدة إنما في شهر رمضان الجبنة الرومي ضر بيك الجبنة الملحة ضر بيك يخليك في الجبنة القريش وقليلة الملحة مهمة جدا في غاية الأهمية طبعا مهمة جدا ولكن يعني دهامنا الوقت وصلنا نهاية حلقتنا ومنشكر حالك على هذه المعلومات القيمة شكرا جزيلا الدكتور أمجد إن شاء الله نستكمل ونجاوب إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله تعالى شكرا جزيلا دكتور أمجد عزيزي طب نفس كلامي للناس اللي فاتت ياريتي ياخدوا بالهم النقطة دي نفس الكلام اللي قلته لمرضى القلب عايز برضو والمشكلتين اللي بعدهم والأعصاب إنما المريض الرعشة أنا كنت هقول له في علاج مهم جدا جدا في حالتك اسمه العلاج بسم النحل أنا بوصق بي ده يساعدك نجد نعمل حلقة مخصوصة عن العلاج بسم النحل شكرا جزيلا دكتور أمجد أزيزي المشاهدين وصلنا نهاية حلقتنا بنشكركم وبنقول لكم كل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته